أهلا بكم مجددا في هذه الفقرة مع قراءة في صحافة اليوم مع الأستاذ عزة شعبان مدير تحليل وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح خير صباح خير أستاذ عزة كل سنة وحارك طائب صباح حارك طائبين والمشاهدين بخير وحارك بخير نبدأ من جريدة الأخبار والجيش يحبط محاولات تسلل ببطاقات مزورة الإرهابيون يستخدمون شبكة اتصالات فلسطينية في تفجيرات سيناء سيناء يعني وما يجري فيه سيناء يعني حسب ما تابعنا في الخبر يعني فيه تغيرات والتنوعات في الأسلوب اللي بيحاولوا يمشوا بيه الإرهابيين في هذه المنطقة ما الذي يجري في سيناء الآن ولأين وصلت العماية العسكرية والتغيرات النوعية بنشهدها دي يعني بتدينا مؤشر عليه وطبعا بعد التضييق الأمني الشديد على التكفريين وعلى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء القوات المسلحة قامت بجهود كبيرة جدا ضياقة الخناق عليهم قضت على مجموعة كبيرة وقابضت على البعض منهم البعض منهم تسلل إلى بعض المحافظات الأخرى لجأ التكفريون والإرهابيون في هذه المنطقة إلى تكتيكات مختلفة عما كانوا يقوموا بها في السابق فبدأوا يستخدموا شبكات الاتصالات سواء كانت الإسرائيلية أو الفلسطينية في إعداد التفجيرات وتفجيرها عن بعد بعد أن قامت القوات المسلحة في الأوينة الأخيرة بقطع شبكة الاتصالات في شمال سيناء عند إجراء العمليات العسكرية ولذلك رأينا خلال الفترة القليلة الماضية أن عدد من التفجيرات التي تمت تمت من خلال تفجير عن بعد ولكن ليس بشبكات المحمول المصرية ولكن بشبكات إسرائيلية وشبكات فلسطينية وهذا الأمر أكيد وتم التحقق منه وجاري العمل على التعامل مع مثل هذه التكتيكات أكيد دا سؤالية لم يكن مكتشف لكن بعد اكتشافه سيتم التعامل معه القوات المسلحة دائما ما لديها حلولا لكل المشاكل التي تظهر ولديها أجهزة ولديها تقنيات عالية المستوى تستطيع التعامل مع كافة الأمور وأنا أعتقد أنه تبقى لما صرحت به قيادات القوات المسلحة أنهما أضوا على أكتر من 90% من البؤر الإجرامية في شمال سيناء وخير دليل على ذلك ما ذكرته حضرتك في موجز الأخبار بأنه تم بالأمس محاصرة مجموعة مسلحة في جنوب العريش وتم القضاء على ستة إرهابيين ومحاصرة مجموعة أخرى وتدمير عدد من السيارات والمنازل والعيشة التي كانت تستخدم في تخزين السلاح أو اختباء الإرهابيين وأيضا تم التعامل مع عدد من الأنفاق وتدميرها وإعادة اكتشاف أنفاق أخرى وده بيدل على أن القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية ذهي العزم وعلى إنهاء الإرهاب بالكامل في منطقة شمال سيناء صحيح لكن لما أشرت ليه بزيادة التضييق على تلك الجماعات يعني ده يزيد من خطورتها أم ينبق بنهايتها لا هي أنا أعتقد أنه دائما لما بتخوضي مواجهة مع مجموعة ما أو مع أي مواجهة أي أن كانت عند اكتمال المواجهة بتلاقي فيه شراسة شوية في التعامل بيحاولوا ياخدوا بطرهم بيحاولوا بيحاولوا بعض العناصر التي سللت إلى الإسماعيلية أو الشرقية أو كذا احنا رأينا خلال الفترة الماضية استهداف بعض الضباط وبعض العناصر للقوات المسلحة أنا أعتقد أنه دي عمليات زي ما بيقولوا الجماعات هناك لما تسربت ملقتش مجال خالص في شمال سيناء فتسربت إلى هذه المناطق ولكن هي أنا أعتقد أنها في نهاياتها نأمل هذا في المصري اليوم الحكومة تنتظر توقيع الرئيس لتنفيذ قانون التظاهر الإخوان تدعو إلى مسيرات ومظاهرات غدا لاحتلال المترو واقتحام رابع والاتحادية يعني في جزء الأول الحكومة تنتظر توقيع قانون لتنفيذ قانون التظاهر تفاصيل هذا القانون خاصة بعض الحقوقيين يعني أشادوا بهذا القانون والله إحنا في حيرة من أمرنا في كلما يصدر قانون أو مشروع قانون أو شيء نرى مجموعة كبيرة مؤيدة له ونرى مجموعة أخرى معارضة له هذا القانون الذي يعارضه بعض الحقوقيين هم من طلبوا بمثل هذا القانون جماعة الإخوان التي تعترض أيضا على هذا القانون وطيار الإسلام السياسي الذين يعترضوا أيضا على هذا القانون كانوا مؤيدين له يعترضوا عليه الآن ولكن كانوا مؤيدين لهذا القانون الذي تم إعداده في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتم إعداده أيضا في عهد الحكومة السابقة حكومة الدكتور هشام أنديل وكانوا يرحبون بهذا القانون وكانوا يدعون إلى سرعة إصدار هذا القانون ولكن مع تغير المواقع أصبحوا يعارضون هذا القانون وأنا عايز أقول أنه كل من توجه للخارج أو عايش في الخارج فترة يعلم تماما أنه كل دولة من دول العالم لديها قوانين للتظاهر وقوانين للتجمعات في الشارع أبسط الحقوق فيها أو أبسط المحظورات فيها عدم قطع الطرق عدم تعريض حياة المواطنين للخطر عدم تعريض الممتلكات العامة والفاصل كل هذا لا يحدث لدينا إحنا بنقول صحيح أنه التظاهر حق اكتسبناه بالدم واكتسبناه بالثورتين متتاليتين ولكن لابد أن يكون هناك نظام يعني أنا ما عنديش مانع يتظاهر يطلع مليون يطلع 2 مليون ولكن يكون هناك معارض مسبق الدولة ترتب نفسها المتظاهرين يرتبوا نفسهم قوات الأمن ترتب نفسها المواطنين نفسهم اللي عندهم مصالح في منطقة التظاهر يرتبوا نفسهم يعني لابد يكون هناك نظام في عملية التظاهر لأن احنا أصبحنا في عشوائية كبيرة جدا نرى في اليوم الواحد 3040 تظاهرة في مناطق عديدة تشل المجتمع وتوقف الحياة الاقتصادية وتؤثر على حياة المواطنين نهيك عن ما يحدث في العديد من التظاهرات من اعتداءات وتعريض حياة المواطنين والخروج عن السلمية بشكلها طب القانون يعني في شكله الأخير كيف تعامل مع فكرة الاعتصام خاصة أن البعض يقول أن الاعتصام حق مكفول بالقانون فيعني كيف تم التعامل مع هذه النقطة في القانون القانون لا يعترض على حق التظاهر بالعكس القانون بيرحب بالتظاهر ولكن بشكل منظم بمعنى أن أنا لدي فكرة للتظاهر أو لدي عايزة تظاهر غدا أو بعد غدا لابد أن أبلغ السلطات قبلها بـ 24 ساعة حتى يتم ترتيب الأمور ولازم أقول التظاهرة دي حيكون تقريبا العدد فيها من الساعة كام للساعة كام في نفس الوقت هذا القانون يحذر تماما الاعتصام يعني نقوم بمظاهرة لمدة ساعتين لمدة ثلاثة لمدة خمسة كيفما يتم الاتفاق عليه وكي ترك المكان عدم البقاء وبعد كده ترك المكان تماما ويسمح طب المظاهرات وما الإخوان عاملين عليهم وقالوا أنه فيه بكرة ومسيرات ومظاهرات ولكن الاحتلال المترو واقتحام رابعة والاتحادية عايزة أقول لحضرتك على حاجة يعني أنا مش دايما هقول الدول الخارجية والدول الكذا لكن هذا لو حدث في أبسط أو أصغر الدول حتى هقول لحضرتك في أفريقيا السلطات هناك لا تسمح بذلك تعطيل منشأة مثل المترو منشأة حيوية أمر في غيرت الخطورة وبعدين إحنا عايزين يعني الحوار يكون على مستوى رقي بمعنى أنا ماذا سأستفيد من تعطيل المترو ماذا سأستفيد من الشماتة في منتخب بلادي ماذا استفيد من تعطيل حركة الشارع أو تعطيل مصانع أو تعطيل كذا هذه الأمور إذا كنت أبغى هدفا سياسيا فيجب أن أعمل في المجال السياسي ولا أعرض حياة المواطنين للخطر أو أعرض منشآت للخطر عايزة أقول لي حضرتك أنه في الخارج التعامل مع مثل هذه الأمور من يتحدثون معنا عن حقوق الإنسان وعن حق التظاهر وعن وعن يتعاملون بمنتهى القصوى مع مثل هذه الأمور لا يسمحون على أنا عايزة أقول لحضرتك أنه لو التظاهرة اللي خرجت وكان المفروض أن هي تكون على الرصيف لو حد نزل تحت الرصيف بيه أعتقل فعايزين نقول أنه يجب أن نرقى حتى بفكرة ده في التظاهر حتى نبهر العالم أيضا كما أبهرناه في صوراتنا نتمنى بالشكل الإيجابي إن شاء الله بنجاية الأهرام اتفاق اللحظات الأخيرة ينقذ أمريكا من شبح الإفلاس أوباما يرغب